على مستوى الملف الاقتصادي تحديدا في الصادرات التصدير احنا متفقين ولا مختلفين ان التصدير مهم؟ التصدير مهم متفقين؟ تعالى نشوف المركز الاعلامي لمجلس الوزراء في تقريره ضمن سلسلة اين كنا وكيف اصبحنا قال ايه يعني قال ايه على مسألة الصادرات احنا كنا فين؟ بقينا فين؟ ومهمة اوي اوي اقولك انه جانب كبير جدا ان لم يكن اغلبه جاي من المؤسسات الدولية اللي واضحة قدام حضرتك التغيير الايجابي في رؤية المؤسسات الدولية تا عندك حاجات متعلقة بسنة 2014 او خلينا اقولك 13 14 و 17 وصولا الى سنة 23 احنا كنا فين سنة 13 طبقا لمجموعة اكسفرود للاعمال وبالمناسبة بجد 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 الف 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 شكر المركز الاعلامي على هذا العرض وهذا التقرير بصراحة بجد بقى مليون مليون شكر علشان ما احواجنا ان احنا نشوف ده قدام عينينا علشان نبني عليه كمان اكسفرود للاعمال بيقولوا في 2013 انخفضت مصادر الايرادات والنقد الاجنبي كالصادرات والاستثمارات لكن نفس المؤسسة اكسفرود الاعمال بتقول ايه في 21 بتقول ساعدة الاصلاحات الهيكلية علشان اللي بيقولك لا ما حصلش اي شكل من اصلاح انا بنكلم لك ساعدة الاصلاحات الهيكلية ثمان سنين على تعزيز القدرة التنافسية للصادرات المصرية وجذب الاستثمار فتش بتقول ايه في 2014 لا نتوقع بوضوح كده لا نتوقع جزم لا نتوقع تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري لمصر كما ان نمو الصادرات سيكون بطيئا على المدى القصير ما بيكلموش حتى على المدى الطويل طب في 23 بعد 9 سنين من كلام فتش في 2014 من المتوقع ان ينخفض عجز الميزان التجاري لمصر خلال السنوات المقبلة بسبب انخفاض الواردات يعني ايه انخفاض الواردات يعني زيادة الصادرات يا ساد طيب تعال نشوف صندوق النقد الدولي في 2017 اتسعى عجز الحساب الجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي في 15-16 نتيجة تدهور تدهور صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة لكن في 23 بعد 6 سنين نفس السندوق بيقول وتقلص عجز الحساب الجاري كانسبة تقلص بعد ما اتسع يعني اتسع عجز الحساب دلوقتي تقلص عجز الحساب الجاري كانسبة من الناتج المحلي الإجمالي مع التعافي الاقتصادي خد بالك سنة 21-22 وزيادة صادرات السلع والخدمات بنسبة كبيرة الايكونوميست اللي دايما هفضل افكرك اكبر مجلة اقتصادية في العالم سنة 13 يعني من 10 سنين قالوا اتسعت نسبة عجز الميزان التجاري بسبب انخفاض عائدات التصدير وزيادة الاستيراد لكن بعد 10 سنين السنة دي بيقولوا تتمتع صادرات مصر بالتنوع وستؤدي صادرات الغاز المسال الى اوروبا الى زيادة قيمة الصادرات على المدى المتوسط الصفحة التانية طيب تحسن ترتيب مصر في المؤشرات الدولية للتجارة هل ده الكلام بتاعنا لا ده احنا بنتكلم على trade map بنتكلم على world economic forum بنتكلم على brand finance بنتكلم على our world in data بنتكلم على legitimate institute المعلومات الموجودة قدام حضراتكم كده طيب تعالا كده نشوف خريطة تعرض تاني لأ انا ارامل عندي احسن نوب النظارة ايوه يا سلام عن النظارة شوف يا سيدي خريطة تعرض احصاءات التجارة ثم تطويرها من قبل مركز التجارة الدولية تابع للانكتاد ومنظمة التجارة العالمية احنا في 14 كان المركز 65 في 2021 معنا نشي 22 و23 21 بقينا في المركز 61 ومصر اصبحت في المرتبة التالتة افريقيا في قيمة الصادرات سنة 21 طيب تعالا نشوف لاجتهم انستيتيوت بيقولوا ايه بيقولوا انتعرف هما دول مؤسسة مسؤولة عن اصدار مؤشر الرخاء العالمي السنوي واللي بيقيس مجموعة من المؤشرات المتعلقة بالنمو والفرص الخاصة بتعزيز الازدهار والرخاء قالوا ان مصر تقدمت 14 مركز خلال العشر سنين من المركز 96 للمركز 82 اما World Economic Forum وهو منظمة مسؤولة او معنية بالتعاون ما بين القطاع العام وما بين القطاع الخاص مجموعة من القادة السياسيين والتجاريين والثقافيين وغيرهم وما اللي بيشكلوا هذه الجداول ويبحثوها ويقدموا لنا هذا او هذه الارقام مصر تقدمت من 15 ل 21 تحديدا في 6 سنوات 9 مراكز كنا في المركز 24 وبقينا في المركز 65 ده كده بنعتمد على المؤشر قايم على اعداد الاتفاقات التجارية السرية بخصوص السلع والخدمات طيب تعالى نشوف Our World in Data هو مؤشر عمليا بيعتمد على مجموع صدرات الدولة وورداتها كنسبة من الناتج المحلي الإجمال يما بيقولوا تحسوا النقاط مصر في مؤشر الانفتاح التجاري كانت النسبة بتاعتنا 36 قول 37 في المياه سنة 2014 تحسنت النسبة ووصلت تقريبا ل43 وربع في المياه ده بحلول عام 2019 طبعا بالتأكيد النسبة زادت خلال الأعوام الأربعة الماضية أما Brand Finance هو واحد من المؤشرات الفرعية لقياس القوى النعمة للدولة أي دولة بالمناسبة له بشغل طبعا على كل الدول تقريبا طيب من خلال تقييم بقى حجم التبادلات التجارية مع دول العالم سهولة بدء الأعمال امتلاك اقتصاد قوي مصر كان عندها 2.2 من 10 نقطة المؤشر بيقيس 20 طيب بيقيس 10 أنا أسف دلوقتي إحنا عندنا 4 نقطة يعني زدنا بمعدل 1.8 من 10 نقطة تعال نشوف صفحة 3 في صفحة 3 هتلاقي إن إحنا بنتكلم على الأونكتاد بيقولوا القاتي بيقولوا إيه؟ بيقول مصر هي ضمن أفضل الدول تحسنا خد بالك بقى من قيمة صدرات السلع والخدمات سنة 21 إذا قارناها بسنة 15 هتلاقي زيادة هو حاطت لك المفتاح أهو قدامك زيادة قوية أكبر من 50% في زيادة دي اللي هي من 25% لـ 50% زيادة أقل شوية اللي هي بتبقى من 5% لـ 25% الزيادات البسيطة فدي بتبقى أقل من 5% أما أحمر فهو انخفاض بصوا مصر متلونة باللون الكحلي الغامق مش الأزرق ولا اللبني كحلي غامق يعني زيادة قوية في قيمة صدرات السلع والخدمات بنسبة 50% زيادة يعني بصوا على الدول اللي متلونة مثلا هتلاقي الصين هتلاقي الهند هتلاقي أستراليا هتلاقي شرق أوروبا لا احنا هنا بنتكلم على هتلاقي برو على سبيل المثال احنا هنا دول قاعدة عمالة بتزيد ومعروف أن عندها تحسنتها الاقتصادية شديدة للوضوح يعني كفانة أن احنا مع الهند ومع الصين طيب تعالي ناخد الصفحة اللي بعدها صفحة أربعة في صفحة أربعة مركز حط عنوان لطيف جدا وبيقول زيادة كبيرة في قيمة الصادرات وتراجع في عجز الميزان التجاري كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي تعالي نشوف تطور الصادرات المصرية عمل إزاي تطور الصادرات المصرية سنة 2014 احنا كنا بنتكلم القيمة بمليار دولار على 27.6 السؤال هل صادراتي زي ما هي طب هل قلت الحقيقة هي قلت في 15 كانت 22 16 كانت 22.5 وبعدين بدأنا بقى هنا زيادات 26.3.17 نيجي بقى في 2018 قفزة حقيقية لأنك انت زدت عن معدلك بتاع 2014 في 2014 كنا 27.6 أما في 2018 بقنا 29.3 وفضلنا بقى مكملين 30 مليار و 500 مليون وبعدين جينا في 2020 29 مليار و 300 مليون هنتكلم هنا كما بالدولار يعني دولارات وبعدين 43.6 ده في 21 طيب في 21 و 22 تيجي تقول لي ايه كورونا أقولك صح بس كده طب والحرب الروسية الأوكرانية اللي كانت في فبراير 22 24 فبراير يعني الحرب في 24 فبراير 22 وقبلها كان عندنا الكورونا الصادرات المصرية وصلت لكام 51 مليار و 600 مليون دولار فانت ماشي في الإطار المزبوط انت إطارك أو ملحنة الصادرات بتاعك صاعد الرئيس حط زي ما نقول كده في الشركات تارجت قال أنا عاوز 100 مليار دولار صادرات دولة رئيس الوزراء وعد بأن احنا هنوصل إلى هذا الرقم طيب وهل عندما وعد وفه طب تعال نبص لو أنا حسبتها لك بس الكورونا يعني أواخر 2020 وصولا إلى 22 كورونا زائد حرم انت كنت 29 و 13 حققت قفزة مهولة في 21 43 و 16 و في كورونا ثم قفزة مهولة أخرى كورونا و حرب بقيت 51 و 6 من عشر الشطرة دي في أحسن أكيد أكيد أقول لك أكيد طيب تعال نشوف متوسط قيمة الصادرات على سبيل المثال من سنة 95 يا جماعة مش كده متوسط قيمة الصادرات 4.5 مليار دولار لحد سنة 2004 من 95 لألفين تسع سنين بصدر 4.5 مليار دولار يا داوتي أنا مصدوم مصدوم من الرقم والله العظيم طيب مع انه كان فيه استقرار سياسي و مفترض انه فيه استقرار اقتصادي و أكيد كان فيه استقرار أمني يعني فيه كل حي مش حي احنا كنا زي الفل ولا إيه مش انت كنت بتقول ان احنا كنا زي الفل أو مش انت مش فيه ناس بتقول ان احنا كنا زي الفل هم كانوا بيصدر 4.5 مليار دولار ليه لا صحيح والله لما هم كانوا شطرين أوي كده كانوا بيصدروا لي 4.5 مليار طيب بعد كده من 5 ل 13 18 سنة يا دوب 23 و 13 طيب تعال نبص من 14 ل 22 31 ده قيمة أو متوسط قيمة صدرات إلا إنه وصلنا للحد الأقصى بتاعنا في صدراتنا في 22 تحديدا ل 51 و 68 طيب تعال نشوف تطور عجز الميزان التجاري كنسبة من النتج المحلي إحنا كان العجز في 13-14 11% بلعب ما بين 11 و 11.5 ده لحد سنة العام المالي 20-15 20-16 العجز شد جدا 15.9 من 10 سنة 16-17 أعلى معدل أو نسبة عجز شاهدناها من 2013 وحتى اللحظة فضل عجز التجاري ده ينخفض وصولا إلى 9.5% بعد كده ده كان سنة 19-20 بعد كده في 20-21 طلعنا لتسعة وتسعة من 10 في سنة 21 وده زي ما بقولك دي السنة بتاعت الكورونا إلا أنه رحنا عاملين انخفاض في معدل العجز أو في نسبة العجز التجاري لتسعة وواحد من 10 في العام المالي 21-22 وشكرا للمشاهدة ترجمة نانسي قنقر